أكد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعاني من تعاسة واسعة النطاق وأن المؤسسات التركية تضعف وحذر أوغلو خلال حديث لصحيفة فينانشل تايمز البريطانية من عدم رضا واسع النطاق في حزب العدالة والتلمية الذي يترأسه أردوغان ومن إمكانية قيادة مجموعة منشقة يمكن أن تقسم الحركة السياسية المهيمنة في البلاد أكد رئيس المجلس البلدي الكويتي أسامة الاعتبي أن إعادة تدوير النفايات قد تسهم في إيقاف هدر الطاقات والثروات فضلا عن تنويع مصادر الدخل وقال في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل التي نظمتها لجنة شؤون البيئة تحت عنوان تشجيع صناعة إعادة تدوير النفايات في الكويت إن الورشة هدفها الوصول إلى القطاع الخاص لمعرفة المشكلات التي يواجهها ترجمة نانسي قنقر